هاي فيريبادي هاوريو يا رب تكونوا بخير معينا النهاردة درس لجريتري هنتكلم فيه عن سيمبل باست اللي هو زمن الماضي البسيط وطبعا زمن الماضي البسيط بالنسبة لكم جديد خالص فهنركز فيه كده ان شاء الله وهنفهمه واحدة واحدة اولا سيمبل باست معناها الماضي البسيط وبما اني بقول باست او بقول ماضي فمعنى كده ان هي حاجة حصلت وخلصت كلمة تانس يعني زمن واي زمن اي زمن يا ولاد عايزين نتكلم عليه لازم نعرف عنه خمس حاجات يعني اي زمن كلمة تانس دي لازم نعرف عنه خمس حاجات الخمس حاجات دول مهمين جدا ايه هما؟ اللي اول حاجة الاستخدام التكوين النفي السؤال والكلمات الدلة تاني الاستخدام التكوين النفي السؤال والكلمات الدلة طيب تعالوا كده واحدة واحدة ونشوف استخدامه ايه انا دلوقتي بقول ماضي بسيط ماضي يعني ايه ماضي؟ قال لي ماضي ده كده يعني احنا بنقولها كده بحاجة بسيطة قوي حاجة يميس خلاص حصلت وخلاص خلصت حاجة حصلت وخلاص خلصت يبقى بنقول انه هو بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي زي ما قلت كده حصلت وخلصت وده الاستخدام ما فيوش اي مشكلة خالص طيب فورم قلنا فورم يعني التكوين طيب تعالوا كده نشوف التكوين بتاع زمن الماضي البسيط اي جملة احنا متفقين انها لازم بتبتدي بسبجكت سبجكت يعني ايه سبجكت يعني فاعل يبقى انا هبتدي سبجكت قلنا سبجكت ده يعني فاعل طب يعني ايه فاعل يا ميس الفاعل اي اس او اي ضمير اي اس او اي ضمير يعني ايه ضمير يعني اسم ضمير الضمير بتاعتي اللي احنا عارفين هم هم السبعة اي هي شي ات يو وي ذاي الاسم اي اسم مفرد اي اسم جمع عاكل غير عاكل مش هتفرق معايا هنا لإن اللي هيفرق معايا إن لازم يجي بعد كده التصريف التاني للفعل بنقول عليه second form of verb التصريف التاني للفعل طيب يا ميس إحنا لسه صغيرين ومش عارفين يعني إيه تصريف تاني أنا هقولك بقى يعني إيه تصريف تاني أي فعل في الدنيا سنة تالتة طبعا فعل يعني verb الverb ده أنا عندي منه نوعين النوع الأول اسمه منتظم بنقول عليه regular الفعل التاني غير منتظم واللي هو اسمه irregular طيب برضو يعني إيه بص يا سيدي الفعل المنتظم ده أو هنا أنا لما بقول إن أنا عايز التصريف التاني فأنا عندي نوع اسمه فعل منتظم أنا بروحه وبقوله أنا عايزك في التصريف التاني يعني إيه تصريف تاني قلنا له يعني عايزينك في الماضي قال خلاص أنا منتظم وبحب أمشي على نظام يعني إيه يا فعل يا منتظم قال أنا هقف زي منا كده وإنتوا هتعملولي حاجة من التلاتة يا إما تدفولي دي أو إي دي أو آي إي دي تاني أنا هقف زي منا وتحطولي دي أو إي دي أو آي إي دي فقولنا له طب هل ده مزاجنا؟ يعني إحنا نحط أي حاجة من دول؟ قالك لأ بص كده ركز معي في الفرب ده عندي فرب اسمه بيك عندي مثلا لايك عندي مثلا لاو أي فعل من دول؟ الأفعال دي أنا أساسي عندي الأضافة بتاعتي تبقى إي دي طب ما أنا هنا انتهيت بإي؟ قالك خلاص لو أنا الفعل هنا أخره إي أنا كل اللي هعمله إن أنا بس هحط دي بيك تبقى بيكت لايك لايكت لاف لافت بيك يخبز خلاص طب بيكت خبز لايك يحب لايكت خلاص حب لاف برضو يحب لافت يحب أحب تمام؟ طيب أمال إمتى أحط إي دي؟ اللي بقى مع باقي الأفعال زي want يريد cook يطبخ play يلعب أي حاجة طبعا المهم إن أنا هنا عندي إي؟ لا ما عنديش إي في الآخر طالما ما عنديش إي يبقى أحط إي دي يبقى أحط إي دي يبقى تاني لو الفعل أخر إي أنا أحط دي لو الفعل مش أخر إي فهنا أحط إي دي طيب أمال الإي دي هنا الإي دي قال لي الإي دي بقى اللي هيقعدة تغنونة ركز معايا فيها هنقول مثلا verb زي cry cry معناها يبكي verb زي study يزاكر طيب إيه اللي فرق؟ طبعا هنقول هنحط إي دي ما هي كلمة play هنحط لها إي دي لا ركز معايا هنا هنا الفيرب عندي أخر إيه؟ أخر Y انتهى بـ Y طب يا ميسمعوا هنا انتهى بـ Y بس خلي بالك الـ Y دي جاي قبلها consonant يعني إيه consonant؟ يعني حرف ساكن بصي هنا الـ R هنا دي حروف ساكنة ما لها الحروف الساكنة دي؟ قالي الـ consonant دي حروف ضعيفة ما بتقدرش تحمي الـ Y لما بتيجي الـ E علشان تقف جنبها بتبقى أقوى منها فبتقول لها إيه؟ بتقول لها لأ أنا مش عاوزكي عندي فبتعمل إيه؟ بنشيل الـ Y ونحط مكانها I ونزود الإضافة بتاعتنا اللي هي الـ E دي الطبعي تاني كلمة study أهي أهي S-T-U-D دي حرف ساكن جاي بعده Y فبنعمل إيه؟ بنشيل الـ Y ونحط مكانها I ونحط كمان E-D يبقى تاني هنحط الـ D إمتا؟ لو الفعل أخره I طيب E-D في معظم الأفعال I-E-D لو الفعل انتهى بـ Y وقبل الـ Y حرف ساكن طب تعالوا نقول جملة كده هنقول she she cooked chicken مثلا yesterday هي طبخة فراخ وطبعا الفراخ رخيصة جدا اليومين دول فطبخة فراخ مبارح طيب عايز مثلا حاجة فيها I-E-D I studied كلمة study يعني زاكر فstudded يعني زاكر I studied English أنا زاكرت انجليزي تمام كده؟ دي كانت قصة الأفعال المنتظمة طيب الأفعال الغير منتظمة ايه قصتها بقى؟ هي بتقول أنا غير منتظمة أنا مش بحب النظام يعني ايه؟ طب يعني يهديك يرديك ينحط لك D طب E-D طب I-E-D أبدا قالت لك لأ طب يعني ايه؟ هتعملي ايه؟ قالت لك أنا هغير من شكل كل واحد فينا وليما زيجه؟ وأنا على حسب ما هتغير أنت لازم تحفظني زي منا يعني ايه؟ يعني مثلا verb زي see verb زي run drink go eat فكروني يلا have am do verb زي see هيبقى الماضي بتاعه saw see يرى saw رأة run يجري الماضي بتاعه ran drink يشرب الماضي بتاعه drank go يذهب الماضي بتاعه went eat يأكل الماضي بتاعها eight have جت have اتفقت هي وصحبتها has أن اللي اتنين يكون ليهم هما اللي اتنين تصريف تاني واحد اللي هو had am برضو اتفقت مع is بس مع is بس بصراحة مردتش اتفق مع are am is اللي اتنين الماضي بتاعهم هيبقى was do اتفقت مع ض ان الماضي بتاعهم يبقى did طب و are عشان ما ننسهاش are الماضي بتاعها هيبقى where يبقى احنا زي ما شفنا كده التصريف التاني من الافعال المنتظمة وعرفنا ايه امتى بنضيف اما الغير منتظمة فانا مضطر ان انا لازم احفظها زي ما هي ولو محفظتهاش للأسف مش هعرف اجيب التصريف التاني يعني ايه تعالوا نقول مثلا ان انا رحت جنينة الحيوانات يبقى اي انا اذهبت يذهب يعني go طب اقول go انا خلاص رحت يبقى لأ هقول i went to the zoo وبكده نكون اتعلمنا كمان التكوين عرفنا الاستخدام وعرفنا التكوين نكمل بقى ونقول تالت حاجة اللي هي negative negative يعني ايه negative يعني النفي يعني ايه النفي برضو يعني انا عايز اقول ان الحاجة دي ما حصلتش مش احنا قلنا ان الاستخدام بتاعه حاجة حصلت وخلاص خلصت كانت في الماضي لأ انا هقول دلوقتي ان الحاجة دي اصلا ما حصلتش طيب ايه الفكرة احنا الفكرة ان احنا كنا قايلين قبل كده يامس ان طالما ما قلت نفي يبقى لازم ألاقي ناط ناط ممكن يبقى بالشكل ده وممكن نختصرها كده كنا بنقول قبل كده ان الناط دي شنطة قيلة جدا ما يقدرش الفعل الاساسي يشيلها لازم يجي فعل مساعد الفعل المساعد مين مين الفعل الطيب فكرينه قلنا ان دو ودز كانوا افعال مساعدة طيبين جدا بيجوا يساعدوني في النفي وفي السؤال طيب دو ودز ليهم اخ كمان اسمه دد وده مسؤول الماضي دد طيب جدا فهيجي يشيل شنطة نط على دهر وكده فهيبقى اسمه دد هيبقى اسمه ايه اسمه دد بس هو ليه شرط بيقول لي ايه سواء دو او دز او دد او لما بيبقوا موجودين لازم الفعل اللي جاي وراهم يبقى فعل في المصدر في تكوين الجملة عندي في النفي اللي هو السبجيكت زي ما احنا متفقين طب بعد السبجيكت التصريف التاني للفعل خلاص مفيش حاجة هتتغير بس التصريف التاني عندي هيبقى دد بس دد مش جاية لوحدها هي دد جاية لمهمة معينة ايه هي المهمة ان هي تشلي الشنطة بتاعة نط ويبقى اسمها دد علشان تنفيلي الجملة شي طب احنا قلنا لازم يجي وراها الفعل في ايه اي دي طب تصريف تاني طب اي ان جي لا الكلام ده كله غلط اما اللي بيجي وراها بيجي وراها الفعل في المصدر ونكمل باقي الجملة عادي جدا زي ايه انا لسه كنت قايلة ان هي شي كوكد تشيكن قلت كمان جملة I went to the zoo الجمل دي مثبتة ان هي طبخت فراخ او ان انا رحت حذيقة الحيوانية طب لو الكلام ده ما حصلش اعمل ايه قال لي كل اللي هنعمله ان الفاعل عندي ينزل زي ما هو يبقى شي طب هي طبخت ولا ما طبختش لا هي ما طبختش طالما نفي يبقى هحط ايه هحط طبعا الناس كلها تتصرع وتنزل زي ما هي اقول لك لأ احنا اتفقنا بمجرد ما تبقى موجودة دي لازم الفاعل اللي يجي وراها فعل في المصدر بنغني له اغنية ونقول الفعل في المصدر فعل سادة ما فيهوش اي زيادة يعني ايه هنرجع الاصل طيب ده كان فعل اصلا اخر ايه دي فعرفنا نحول لكن هنا انا عايز اقول ان انا مروحت جننت الحيوانات فاقول ايه برضو هقول اي طيب انا مذهبتش مروحتش يبقى didn't ها went لأ او هنا بقى زي ما قلتلكم لازم اكون حافظ الفعل في المصدر والتصريف التاني منه ان انا مش عارف لو انا مش عارف اصل ونت ده ايه انا مش عارف اكتب الجملة طيب ونت مين يقول اصلها ايه حاسة كده ان انا سمعكو بتقول go صح i didn't go to the zoo يبقى انا لما بلاقي did بعمل ايه بحط وراها على طول الفعل في المصدر كده عرفنا ايه كمان كده يعني عرفنا التكوين الاستخدام والتكوين وكمان النفي يتبقى عندي ايه يتبقى عندي سؤال طيب انا بسأل ازاي قلي بص يا سيدي انا علشان اسأل عندي نوعين من الاسئلة انا عندي question question يعني سؤال عندي نوعين من الاسئلة اول نوع اسمه yes or no question يعني ايه يعني سؤال اجابته yes or no وده بيبقى بيبتدي لازم بفعل مساعد طب يلا مين يفكرني مين الفعل المساعد يلا قولولي do ولا does ولا did انا بتكلم في الماضي يبقى اكيد مين اجد did انا هبتدي اصلا السؤال بتاعي did ونخلي بالنا انا بدأت بالحرف capital طيب لكن انا لما ببتدي كده ببتدي بالفعل المساعد يجي وراه على طول subject ها الفعل في التصريف التاني ها انا لقيت did did بتحب الفعل مال وبتحب الفعل في المصدر ونكمل ونحط في الاخر فلوشتوب لا طبعا ها هنحط في الاخر question mark لان انا بسأل طيب did هنا معناها ايه did هنا معناها هل وانا لما بسأل بهال هتبقى اجابت يا اما yes يا اما no فانا مسلا اقول did you play ولا played ها did you play لقيت did يبقى الفعل فين في المصدر did you play football yesterday هل انت لعبت كورة قدم مبارح طبعا الاجابة بتاعتي هتبقى اجابة من الاتنين يا اما اقول yes يا اما اقول no ركز معايا بقى ان yes و no لازم يجي وراها كما طيب وبعد كده بقول ايه انا سألت هنا ب you الاجابة بتاعتي هتبقى حاجة من الاتنين لو انا بسألك انت فهترد تقول انا يبقى اي لو انا بسألكو انتو فهترد تقول we تمام فانا اعتبر هنا انا بسألك انت did you play football yesterday هل انت لعبت كرة قدم مبارح فتقول yes i did or no i didn't يا اما yes i did or no i didn't يبقى انا هنا سألت بالسؤال او سألت بقى دات الاستفام اللي معناها هل والاجابة بتاعتي طيب النوعية التانية بتاعتي اللي احنا بنسميها wh question wh question اللي هو سؤال بادات الاستفام ايه هي اداة الاستفام اللي اودوات الاستفام كتير اللي احنا بنسميها question word اللي هي بقى ممكن تبقى what where when who ايا كان طيب ركز معي بعد question word اللي بييجي شايفين كده شايفين كل ده هاخده زي ما هو وانقله بعد question word يعني بعد ما حط اداة الاستفام هحط برضو did احط subject وحط كمان verb infinitive يعني ايه يعني مثلا انا عايز اقول لك انت رحت فين الاسبوع اللي فات رحت فين اين اين اللي هي where طيب انا حطيت question word بعد كده مين اللي هيجي وراها هتيجي وراها did طب وبعد كده subject subject بقى انت هو هي خلينا خلينا نغيرها من يو المرادي ونخليها مثلا he where did he انا لقيت did يبقى لازم الفعل جاي فين في المصدر where did you go yesterday or last week نغير yesterday المرة دي انت رحت فين الاسبوع اللي فات انا هجاوب ازي او هو راح فين هجاوب ازي احنا طبعا عارفين ان احنا ملناش علاقة ب where where خلاص راحت من السؤال خلاص يعني قدت مهمتها هي where question mark طيب did هل هتنزل معايا في الاجابة احنا اتفقنا did هي فعل جاي بيساعدني وخلاص بيقف كمان ملهوش اي معنى ما بقدرش اترجمه هو بيمشي بس بيأمن امانة كده ويقولك امانة عليك يا رمضان وانا بعد ممشي لازم تحافظ علي احافظ عليك ازاي انا كنت جاي لك في التصريف التاني خد التصريف التاني وخلي معيك فبنزل هي جو وهي نزلة بتقوم واخد من ضد التصريف التاني بتاعها فبتقول انا بقيت went يبقى he went to the park هو مثلا روح الجنينة الناس دي عملا بتتفصح واحنا قاعدين هم تمام he went to the park هو روح الجنينة جت من went went اللي هي جو طب جو ليه بقت went علشان هي اخدت التصريف التاني من مين من ضد وهي نزلة طيب وبكده كمان هنكون اتعلمنا ازاي نكون سؤال في الماضي اخر حاجة خالص اللي احنا بنسميها الكلمات الدلة طب الكلمات الدلة دي اللي هي ايه اللي هي الكي words ايه ميس key اللي هو key مفتاح او key words طيب ليه ميس المفتاح اللي انت كتبادة او اللي انت رسمي ده علشان اعرفك بس وافكرك ان هي بنقول عليها كلمات مفتاحية طب احنا ليسا منها كده بيقولك علشان المفتاح ده هو بمثابة المفتاح اللي هيفتح لك الزمن اول عينيك ما تقع على جملة فيها كلمة من الكلمات دي اعرف انها على طول في الماضي ايه هي الكلمات كلمات الماضي البسيط كتير لكن هو ميديك تلك كلمات بس في المنهج عندك ايه هم yesterday last ago yesterday last ago yesterday last ago yesterday معناها امس امبارح last معناها السابق او الماضي اللي احنا بنقول عليه يعني اللي فات ago معناها منذ طيب يعني ايه الكلام ده yesterday yesterday معناها امس امبارح بتيجي فين بتيجي في مكانين يا سنة ثالثة يا اما بتيجي في اول الجملة خالص واقولك yesterday i امس did my homework انا مبارح حملت الواجب بتاعي او ان انا اعكسها واقول i did i did my homework yesterday يبقى yesterday يا مكانين يا اول الجملة خالص يا اخر الجملة خالص نفس الكلام كلمة last بس خلي بالك انا عملت شرطة كده كده بعد last يعني ايه last دي ما وراها دي اللي اللي فات ممكن كمان اقول last year ممكن كمان اقول last وحط اي season اي فصل لمفصول السنة last summer last winter last fall تمام وبرضو بتيجي يا اما في اول الجملة خالص يا في اخر الجملة خالص يعني او ممكن كمان على فكرة برضو كلمة weekend اللي هي عطلة نهاية الاسبوع فانا ممكن اقول i visited my uncle انا زرت عمي امتى last weekend او ان انا ممكن ابدأ بlast weekend في البداية خالص واقول last weekend i visited my uncle طيب عندي بقى ago ago دي لو خدت بالك برضو انا هنا حطيت الشرطة قبلها قصدك يا ميس ان انا اقول ago طب month ago طب year ago لا ago دايما بقول ان لازم يجي قبلها فترة محددة بارقام يعني لازم احط قبلها العدد المعين اللي انا عشته او اللي انا عملته او اللي انا عملته فيه الحاجة دي زي اين يعني انا هقول مثلا نفس الجملة دي انا 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 زور تعامي العطلة اللي فات طب weekend اللي فات ده كان امتى هنقول انه هو كان الجمعة في الفترة دي بقى نعد كده مثلا من يوم الجمعة جمعة وسبت وحد واثنين وثلات يبقى كده خمس ايام فانا هقول نفس الجملة بس بقى هتلاقي ان يبقى اي visited my uncle وبتدي يبقى اقول هم خمس ايام يبقى five days ago five days ago وبكده كمان نكون اتعلمنا الكي ورد يارب يا سنة ثالت تكونوا استفدتوا ولو طولت عليكم بس انا عاوزكوا تعيدوا الفيديو مرة واثنين وثلاتة لحد ما تشربوا بس الزمن ده اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي thank you goodbye